السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمد جمعة مدرب اللغة الإنجليزية دلوقتي أنا هتكلم عن حاجة في الإنجلش اسمها المتلازمة اللفظية في حاجة في الإنجلش اسمها المتلازمة اللفظية يعني إيه متلازمة اللفظية؟ يعني دايماً فيه كلمتين بيجوا ربعض أو مع بعض ممكن يكون فعله اسم أو صفة أو اسم بيد دون معنى ممكن يكون جديد وكمان شائع الاستخدام يعني هتلاقيه بيستخدم بشكل دايم في الكونورسيشنز أو في المحادثات اللي ممكن تسمعها من أجانب بيتكلمه الكمان كليكيشنز مهمة جداً لأن انت لو مش عارفها ممكن تترجم غلط أو تبقى فاهم الكلام اللي بيتقال قدامك غلط وكمان بتديك زي مساحة كده أو بتديك نقدر نقول قدرة أكبر على التعبير بنفس الطريقة اللي بيعبر بها أهل اللغة طيب أنا دلوقتي بقى جايب لك عشرة كليكيشنز مهمين جداً ومشهورين جداً علشان تاخد فكرة عن الكليكيشنز اللي أنا جايبهم دول من المستوى المتوسط اللي هو البي وان يعني وبرضو لو انت مبتدأ يمشوا معك ما فيش مشكلة لأنهما في الأول وفي الآخر اكسبريشنز أو تعبيرات تاخد عنهم فكرة لكن هما دول من البي وان أول واحدة معايا اللي هي tell a joke tell a joke يقول نكتة لو هنتكلم حرفياً هنقول say a joke لأن say يعني يقول لكن tell يعني يخبر ولكن تيكليكيشن متلازمة لفظية دايماً بييجو مع بعض كده tell a joke في مثال هنا هو my coworker loves telling jokes زميل الشغل بيحب يقول نكت يعني my coworker loves telling jokes اللي بعد كده اسمها إنك miss someone miss someone يعني تفتقد شخص ما بيكون حد وحشك فبتقول له I miss this one يعني أنا بفتقد الشخص له ف miss لما بيجو وراها شخص مش معناها إنك ضيعته أو فوته أكيد يعني فهي معناها إن أنت افتقدته إن أنت هو وحشك في مثال بيقوله I miss you and I miss our conversation again I miss you and I miss our conversation our conversations لو المحادثات بتاعتنا يعني برضو إنك ت miss something miss something يعني أنت بقى فوتت حاجة أو فاتك حاجة miss something يعني مثلاً إنك تفوت الباص إنك تبقى كده miss the boss يعني you didn't catch the boss يعني فهنقول في مثال wake up early or you will miss the boss wake up early or you will miss the boss طيب بعد كده strong coffee من الآخر في إنجان القهوة المزبوط اللي بيعمل اللي بيكون لي مفعول معك اسمه strong coffee strong coffee طيب بيستخدموها ك location مع بعض وهو ما فيش قهوة أكيد بتشيل حديد يعني لكن هي الفكرة إنه هو بيكون تعبير بيدل على فعالية القهوة في مثاله هو بيقول بعد كده heavy traffic heavy traffic معنى heavy traffic اللي هو ازدحام في المرور يعني في تكدس سيارات في زحمة جامدة heavy traffic heavy معنىها ثقيل و traffic اللي هو المرور فاحنا نقول heavy traffic مش المرور الثقيل ولكن ده معنى في ازدحام جامد كمثال I always get heavy traffic during the rush hour again I always get heavy traffic during the rush hour يعني أنا دايما بدخل في الزحمة في ساعة الزروة اللي بعد كده terribly sorry terribly sorry لما يكون حد متأسف بشأن حاجة بشكل فضيع يعني I'm terribly sorry كده يعني هيموت من الأسف ده في حالة أصلا انه غلط في حاجة وبيتأسف وممكن لو حد عمل حدثة أو حاجة وانت عايز تعزي يعني التعازي بشكل قوي تقوله I'm terribly sorry كمثال I was terribly sorry to hear about your accident ان كنت يعني متأسف جدا او أنا كنت زعلان جدا حزين جدا ان أنا to hear about your accident انت سمعت عن الحادثة بتاعتك بعكة highly unlikely مشهورة قوي highly unlikely اللي هي نقدر نقول عليها بعيد كل البعد طيب هي أصلا unlike على عكس أو unlikely يعني بعيد عن الشيء ده بعيد جدا انه يكون الشيء ده unlikely لكن لما تدي لها كمان highly يعني بعيد كل البعد بقى highly unlikely الصورة دي او الكلام اللي في الصورة دي مشهور جدا I may be wrong but it's highly unlikely يعني ممكن يكون الموضوع ممكن اكون انا غلطان لكن ده بعيد كل البعد وبيشرب القهوة ومزاجه واثق في نفسه يعني I may be wrong it's highly unlikely في مثاله he's highly unlikely to come now بعيد يعني شيء مستبعد جدا انه ييجي دلوقتي فكافي عندنا fully aware aware معناها واعي او مدرك فfully aware يعني مدرك تماما او واعي تماما فلما اقول she's fully aware of the problem she's fully aware of the problem معناها ان هي مدركة تماما لحجم المشكلة دي she's she's fully aware of the problem طيب في بقى عندي لها vitally important vitally important دي الحتة دي الكلمتين دول له هاتنوطة او براتي شنقول vitally important vitally important دي لما تكون الحاجة يعني بتمثل اهمية قصوة ففي في مثاله هنقول it's vitally important that you make notes of common collocations in your notebook يعني الموضوع مهم جدا اهمية اساسية اهمية لا يمكن الاستغناء عنها يعني that you make a note ان انت تعمل note ل common collocations اللي احنا بنشرحها دي في الnotebook بتاعك اللي انا قلتهم دول 9 collocations 9 collocations انا قلتلك في الاول ان انا هقول لك عشرة لكن انا سايبك انت اللي تجيب لي اللي هي رقم عشرة شوف اي متلازمة لفظية دايما كلمتين بيجوا مع بعض وبيدونا معنى ودايما بيستخدموها كتير واكتبها لي في الكومنت و ما تنساش تعمل لايك وشير عشان الفيديو صلي غيرك بالتوفيق سلام